موسيقى موسيقى مشاهدين أهلا بكم وتقبل الله طاعتكم في رابع أيام الشهر الفضيل صدرت الإرادة الملكية السامية عصر اليوم بالمصادقة على قانون معدلا لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012 بشكله الذي أقره مجلس الأعيان والنواب صدور الإرادة هذه أتت في فترة تؤكد فيه الحكومة أن قانونها توفقي ويحافظ على المقاعد المكتسبة وكسر حاجز الصوت الواحد بالمقابل لم تنجح التعديلات الأخيرة برفع القائمة الوطنية إلى 27 مقعدا في إقناع المقاطعين بالعدول عن مقاطعتهم للانتخابات لا وبل توسع دائرتهم والتي بتنا يوميا نسمع بحراكات وتيارات وقوى جديدة تعلن مقاطعتها للانتخابات النيابية القادمة مما يعني أن إجراءها قبل نهاية العام الحالي قد يكون على المحك وفي المقابل فإن لهذا الغموض تأثير يكتنف المشهد في الجارة سوريا وما يجده الكثيرون غموضا يؤثر على المشهد السياسي الأردني لما له من ارتدادات متوقعة علينا في فترة حيرة من التعامل مع قانون الانتخاب من هنا نتساءل وإياكم الليلة ما هي خيارات الدولة الأردنية في التعامل مع الجدل الدائر حول قانون الانتخاب هل بات من الواجب حسب ملف قانون الانتخاب كيفما كان هل ما زال الحديث عن وسطاء وحتى صفقات مجديا ما تأثير التزامن الحاصل بين غموض المشهد السوري وحيرة المشهد الأردني الخطط البديلة أين هي وبالعموم نقول الحلول في ظل تنامي المقاطعة أين هي هذه الأسئلة نطرح على ضيفينا في الستوديو كل من معالي المهندس موسى المعيطة وزير التنمية السياسية الأسبق ومعالي الزميل الأستاذ عبدالله أبرمان وزير الدورة لشؤون الإعلام والاتصال الأسبق أهلا بكم أضيفي الكريمين وتقبل الله طاعتكم معالي مهندس موسى أسمح لي أبدأ منك صدور الإرادة الملكية بالمصادقة على قانون الانتخاب اليوم تفسيرك لهذه الإرادة يعني أنا أعتقد ليست مفاجأة لأن كما قلت في البداية قانون الانتخاب معدل يعني هناك قانون الانتخاب موجود عدم المصادق عليه معناة الرجوع إلى قانون الانتخاب النافذ حاليا وهو الذي ينص على واحد في الدائرة زائد 17 للقائمة النسبية وهذا القانون على أساسه تم قامت لهذه المستقلة في عملها حاليا وتقوم بإجراء الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات فلهذا أعتقد أنه شي طبيعي أن يتبني مصادقة على هذا القانون من قبل جلالة الملك ولا أعتقد أنه يعني فيه له دلالة محددة أو معينة لأنه ما زال الطريق مفتوح في رأيي يعني الشخصي أقل ما فيها في الفترة القادمة على أيضا الحوار حول القانون ما زال هناك أمام النوقت حتى نهاية السنة تتفق مع هذه الرؤية أوسل عبدالله؟ يعني أتفق كليا وأعتقد أنه القرار الصواب والسليم كان هو توقيع الإرادة بعرف يعني في آخر فترة صدرت أصوات عديدة وخصوصا من الحركة الإسلامية تطالب وتناشد جلالة الملك بعدم المصادقة وهذه أصوات حقيقة كانت غير واعية بمعنى أنه في حال عدم مصادقة جلالة الملك على هذا القانون ستكون العودة إلى القانون الذي أقر مؤخرا واستكمل حلقاته الدستورية وبالتالي بنرجع لمربع الصوت الواحد والسبع طاعة الصوت وبنخسر العشر الصوات القائمة النسبية وحقيقة توقيع جلالة الملك توشيحه الإرادة السامية اليوم بالموافقة على القانون لا يعني أنه أغلق باب النقاش في هذا الموضوع على الإطلاق إنما هو استحقاق دستوري للحفاظ على هذه النتيجة التي وصلنا إلى هذه هي السبعة وعشرين وعدم العودة إلى السبعة عشر وأنا برجح أنه باب الحوار مفتوح وسيبقى مفتوحا وهذه سمة رئيسية للدولة الأردنية لا يوجد طرق مسدودة إلى النهاية وترى خيارات مفتوحة أمام الدولة الأردنية للتعامل مع قانون الانتخاب أنا أعتقد خيارات مفتوحة لكن أيضا هي بمقدار ما هو مطلوب من الدولة أن تقدم بدائل وأن تقدم تصورات أيضا مطلوب من الحركة السياسية أن تقدم بدائل وتصورات وأن لا يتخندق الجميع أخطر ما في هذه المرحلة لأن يكون هناك تخندق نعرف في مجموعة تصورات الحركة السياسية الأردنية قبل سنة من هذه اللحظة كان في عنا مسودة قانون قدمته حكومة دكتور معروف بخيت ينص على ثلاث أصوات للدائرة والمحافظة دائرة بستثناء ثلاث محافظات وأيضا قائم وطني تصل إلى 20 حقيقة القوى السياسية الآن تترحم على هذا المشروع أو على هذه المسودة ولكن في حينه لم تكن تتفاعل إيجابيا مع هذه المسودة بدليل أيضا أنهم قاطعوا وبالذات الحركة الإسلامية لجنة الحوار الآن نصل لـ 1 زائد 1 على 27 مقعد أنا أعتقد أنه بمقدار ما هو مطلوب من الحكومة ومن دوائر صنع القرار في الدولة أن تقدم أو أتتقدم بخطوة إلى الأمام أيضا مطلوب من القوى السياسية أن تتقدم بخطوات إلى الأمام لأنه ما في مصلحة لحدا بالوصول إلى طريق مسدود وبغض نظر عن الموقف من القانون أنا شخصيا بحكم أني منسجم مع ذاتي ومع الفريق الوزاري الذي اشتغلت فيه بمعي الدولة الدكتور معروف بخيت أنا مع الثلاث أصوات زائد القائم الوطني لكن لا يعني ذلك أنه بلحظة ما يكون الخيار هو مقاطعة المقاطعة فيها خطورة في حالات عديدة خيار مقاطعة خيار محترم خيار سياسي خيار نضالي لأنه يعبر عن موقف لكن إذا كان هذا الخيار يؤدي إلى حالة من لا استقرار السياسي مبعد كذلك بيصير كلفة أمنية وكلفة سياسية عالية نحن ندخل في المقاطعة بتفصيلها وأود أن أسمع رأيك مهندس موسى تيارات المعارضة تقاطع الانتخاب الحكومة تقول أن تيارات كثيرة عشائرية شعبية وحتى حزبية تؤيد هذا القانون فيه 14 حزب بدون مشاركوا في الانتخابات يعني فيه سياسة وكأن معسكرين أنا شخصية ضد هذا التقسيم جميل لأنه في النهاية هناك شعور عندي أن هناك تقسيم حول قانون الانتخاب وكأن النظام الانتخابي أي نظام انتخابي سواء الصوت الواحد أو القائم النصفي هو صيغة مقدسة في النهاية النظام الانتخابي يخدم أهداف محددة وليس صيغة مؤموة حتى لو كنت مع الصوت الواحد إذا هذا النظام لا يخدم حاليا المرحلة المرحلة السياسية الحالية ولا يؤد إلى توافق تشارك جميع القوى السياسية جميع مكونات المجتمع الوردني في الانتخابات بدأت أطرح علامات الاستفهام لكن للأسف هناك من يضع الانظمة الانتخابية بشكل حاد ويعني يا إما يقدسها هذا النظام أو ذاك أو يشيطنها هذا النظام أو ذاك وهذا الكلام الصحيح علينا أن نصل إلى مساومات بحيث نصل في النهاية إلى حل توفيقي يساهم في تطوير الحياة السياسية ويساهم في مشاركة جميع مكونات المجتمع مشانك أنا أقول مش مع الانقسام يعني النظام الانتخابي أنا أقول أنا يعني مع الصوت الواحد دائما هذا الكلام الصحيح مش ممكن يكون صحيح في السياسة أو أنا مع القائم النسبية دائما كمان صحيح في العمل السياسي يعني النظام الانتخابي مزي نوع دم إن الشيخ الوحيد مقدرش أغيرها نوع دمي أو نيجاتيف أو أو بوزيتيف فمعناته لازم أكون أنا صاحب هذا الدم الانتخابي لكن الأساس فيه زي ما قلت نصل إلى توافق وأن لا نحدث انقسام في المجتمع الأردني ولكن تتفق أن المشهد الآن هو مشهد انقسام هناك وجهة نظر مختلفة حول النظام الانتخابي هذا صحيح هناك من يؤيد الصوت الواحد هناك من لا يريد الخروج من الصوت الواحد وأنا أعتقد الدولة الأردنية في عام 2011 وكما ذكر معالي عبدالله أبو رمان كان هناك الوصول إلى توافق على قضايا أساسية مهمة وهذا أعلن على لسان رؤساء حكومات سابقة دولة معروف البخيت وحتى حكومة دولة عون الخصاوني وهو أنه لا عودة للصوت الواحد وأن القائمة النسبية هي يجب إدخال القائمة النسبية وإحداث توافق بحيث يشارك الجميع في الانتخابات هل لا نحن وصلنا إلى مرحلة هل هالطريق أصبح مسدودا؟ أنا في رأيي لا في إمكانية ما زال للحوار في إمكانية لكن أنا برضو أكد على قضية مهمة المبادرات لا يجب فقط أن تقدمها الحكومة كقوة سياسية فاعلة عليها أن تقدم مبادرات وتحدد بالضبف ما تريد هل تقدم القوة السياسية مبادرات؟ أنا لا يكون واضحا في قبل ثلاث يام كان هناك جلسة مغلقة حوارية حول قانون الانتخاب وكان هناك جزء كبير من المعارضة من جمهة العمل الإسلامي وقلت بالحرف الواحد الإشكالية أننا لم نقدم مبادرة محددة توافقية يعني صار الحكي أنه أنا بقدم إشي عالي بقول 50% و50% زي قضية البيع والشراء تأوصل لعشرة بالمية مثلا مش هذا المطلوب حاليا في المرحلة الحالية مطلوب أن نقدم مبادرة محددة تستطيع أن يكون هناك توافق عليها مش فقط من أجل وضع رمي الطابة في مرعب الآخر مشان هيك يعني أنا أعتقد مثلا أن نظام الصوتين والقائمة النسبية كما هي هذا سوف يحدد توافق عالي لكن على أيضا مش فقط على الحكومة على القوى السياسية على المعارضة أن تقول نحن مع هذا الشكل الحل من الخروج من المأزق أنه بدنا نظام انتخابي واحد اثنين ثلاثة مش فقط بدنا نظام انتخابي عصري بدنا نظام الخروج من الصوت الواحد لا حدد لي شو بالذكية لأنه في مكونات المجتمع قد لا تقبل مثلا النظام معين إذن حد الأدنى الذي تقبل فيه كل مكونات المجتمع والمعارضة معنية في الخروج أيضا إذا فيه إشكالية أو فيه مشكلة المعارضة لا يجب أن يكون مهمتها أن تزيد الأزمة أن تساهم في الخروج من الأزمة لأن هذا صالحنا كلنا صالح المجتمع ككل كلام جميل جدا تيار يدعم الانتخابات تيار يرفض الانتخابات الاستفتاء في الدستور مرفوض والحديث عن مبادرة من قوى المعارضة تعريف الإصلاح السياسي هل هو موجود لدى قوى المعارضة تحديدا بس أنا بدي أختلف أول شيء مع أبو حابس بأختلف مع أبو الرأي بحياتي أنا ما بعتقد أنه فيه إشي اسمه قانون انتخاب حكومة عن خصاونية ما فيه فيه مشروع ثبت أنه غير دستوري نعم يعني تم تسجيل تراجع عن قانون البخيت الثلاث أصوات صحيح وتم التراجع إلى صوتين أنا باتتفق معي وبالتالي أيضا صار في إضافة الحالة الكركاتيرية اللي هي المقائد التعويضية وتم حصر القائمة الوطنية بالأحزاب وبعد أن تقدمت الحكومة بقانونها بمشروع قانونها إلى مجلس النواب تقدمت بنفس اليوم أو في نفس الفترة بسؤال إلى المجلس على تفسير الدستور علما أن حكومة كانت محشوة حشوا بالقانونيين والمحاميين وكأنها مكتب محاماة كما وصفت فيه حينه وحقيقة تنثبت أنه بعد ذلك أنه هذا مشروع غير دستوري بالتالي أنا ما بتعامل ولا أقبل أن يقال مشروع حكومة الخصواني لأنه ما فيه مشروع فيه مشروع غير دستوري وفي حينه سجل أيضا تراجعا عن اللي وضعه الدكتور البخيت اللي هو الثلاث أصوات والقائمة الوطنية المغلقة اللي غير محددة بإطار من يعني أنت كيف تسمح بأنه يدخلوا الحراكات السياسية بالمحافظات اللي هي القوة المستهدة في أصلا أني أنقل الحوار أنا من المحافظات ومن الشوارع إلى قبة برلمان كيف أنا بستثني كل هذه القوة اللي هي قوة الإصلاح أو قوة الحراكة الجديدة القوة السياسية ويعني أحصرت حديثي وحواري مع الحركة الإسلامية عودة إلى سؤالك صديقي العزيز أنا أعتقد المشكلة الرئيسية أنه في الحكومتين حكومة الخصاونية وحكومة الدكتور الطرعوني الحكومة الأولى تعاملت مع الإسلاميين كطرف وحيد في المشهد السياسي جميع ولكن من زاوية التحالف نعم وصار الحديث مع الإسلاميين وش بدهم الإسلاميين وما دهم بحاجة إلى ضمانات وما وصلوا إلى نتيجة يعني حتى لما طرح الخصاونية السوطين ما وافقوا عليه بالمناسبة الإسلاميين وصدرت أصوات بالمقاطعة حكومة الطرعون أيضا تتعامل بالمشهد السياسي وكأنه ما فيه غير الإسلاميين ولكن من باب الخصومة الحقيقة أنه الإسلاميين هم طرف رئيسي ومهم في الحركة السياسية الأردنية ولكنهم ليسوا طرف الأهم وليسوا طرف الوحيد ولا يمكن التعامل معهم حصريا أنا بعرف وكلكم تعرفوا أنه في المحافظات وفي الحركات هناك مواجهة سياسية يومية مع الحركة الإسلامية بين القوى اليسارية والقومية والتقدمية في كل مكان أنا لما أوجه تحالفاتي أو خصوماتي إلى الإسلاميين وحدهم بالحالة هذه أنا قاعد بقصي الحركات الأخرى وبضعف حضورها أنا بس أشت دائما بالتعبير اللي بستعمله أبو حابس فيما يخص قانون الانتخاب قانون الانتخاب شو وظيفته؟ كما أن قوانين الاقتصاد وظيفتها إعادة توزيع الثروة ومنع الاحتكار نعم من واجب قانون الانتخاب بغاية الرئيسية منع احتكار التمثيل السياسي لطرف معين والتوزيع العادل للقوى السياسية في التمثيل السياسي في مدنس النواب حتى تكون فاعل ومؤثرة في قوانين حقيقة اللي بطرعوها الإسلاميين واللي بدافعوا عنها في أكثر من مكان مثل 89 ومشارفة هذه تؤدي إلى احتكار التمثيل وهذه ضربة مؤذية للإصلاح السياسي وضربة مؤذية للتنمية السياسية أنا كيف ممكن أعمل تنمية سياسية بإني أستثني جميع هذه القوى السياسية المؤثرة والحقيقية بغض النظر عن حجمها يعني قصة الحجم مش قصة مهمة قصة الحجم هذه أعداد أهم شيء الناحية الرمزية والقوة الحقيقية في الشارع والتأثير والشرعية أيضا لها دور رئيسي كلام جميل جدا طيب الأخ سمير العبادي من الزرقاء تفضل مساء النور وصل السؤال ورح يجاوبوك ذيوفنا لكن بعد فاصل قصير مشاهدين ابقوا معنا موسيقى